المملكة الأردنية والبحرين والسعودية وقطر والإمارات دول عربية شاركت وتشارك ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية آخرها هجوم جوي على محافظة الرقة في سوريا يقال إنها استهدفت مواقع للتنظيم بدأت عملية جوية الموقف الرسمي في الأردن يقول إن المشاركة الجوية تأتي ضمن الجهد الإقليمي في ضرب المنظمات الإرهابية والتي تحاول اختراق الحدود والقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة حيث أعلنت قبل ساعات من المشاركة الجوية استهداف قوات الجيش لسيارة مسلحة حاولت اختراق الحدود مع العراق كما اعتقلت عشرات المؤيدين لهذا التنظيم هذا الموقف لم يأتي ضمن التوقعات حيث مشاركة الأردن ربما جاءت مفاجئة لكثير من المحللين السياسيين والعسكريين الذين توقعوا باقتصار المشاركة على تقديم خدمات استخبارية ولوجستية لقوات التحالف الدولي مشاركة الأردن عسكريا تأتي وسط هواجسة ومخاوفة تتشكل بحسب المحللين ومراقبين في ردة فعل تنظيم الدولة داخل أراضي المملكة ما يشكل تهديدا أمنيا داخليا خاصة بوجود بعض أتباعه ومناصريه في الأردن مباشرة العمليات العسكرية من طرف الأردن يستجلب مروحة من المخاطر وأنا أعتقد أنه مخاطر ليست هيينة ولا يجب الاستخفاف فيها والاتكاء على أن لدينا قدرات في المجابهة المخاطر الأخرى هي المحتملة من تنظيم الدولة الإسلامية نفسه لأنه بتقدير أن هذا التنظيم سيلجع إلى عمليات انتقامية من كل أطراف التي تشارك في استهداف الحيز الجغرافي الذي يسيطر عليه ومن وجهة نظر أخرى عسكرية ترى أن مشاركة المملكة تأتي ضمن مصالحها الداخلية والخارجية قد تعود عليها بمنافع عديدة أهمها حماية حدودها وأمنها الداخلي لكن ضمن الإمكانات وأهمها العسكرية المحدودة لسلاح الجو إذا أخذنا الأردن ببساطة الآن مصالحه الاستقرار في الإقليم مصلحة وطنية أردنية يجب أن يكون مستقر الإقليم ملتهب أمكانيات أكثر من هيك أنا لا أتصور أن يطلب منها يمكن حتى أنا شخصيا لو كنت في موقع اللي بنصح الناس أو في موقع اللي ممكن يشتركه في عملية التخطيط أنا بقولهم إحنا والله رايحين نقول إحنا معكم لكن ليس لنا قدرة أنه سلاح الجو تبعنا صغير ومعناش قدرة أنه نتحمل نخسر طائرة في مجال الجو لسوريا أو في مجال الجو للعراق على المستوى الشعبي أكبر الأحزاب الأردنية جبهة العمل الإسلامي يرى أن هذه المشاركة العسكرية غير منطقية محذرا من زج الأردن في أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية برمتها لأنها حرب ليست بحربه نحن نرى أن هذه المعارك ليست معاركنا ونرفض الحقيقة أن يزج بجيشنا العربي الأردني الذي هو سياج الوطن هناك تساؤلات عديدة ستطرح مستقبلا أهمها ما هو حجم الاستعداد والتقديرات الدقيقة استخباريا وسياسيا عن شكل هذا التنظيم ومخاطره المحتملة على الأردن وهل يتراجع الأردن عن موقفه بالتدخل العسكري ويبقى في المشاركة الرمزية استخباريا أم تزداد نسبة المشاركة في المستقبل الذي لا أحد يستطيع التنبؤ به في ظل انقسام وتعقيد سياسيا وعسكري تشهده المنطقة مصعب الشريف اليرموك